الحقيقة أمريكا أو الولايات المتحدة يعني عجب العجاب شوزوفرينيا غريبة جدا يعني أنت ترى مثلا أنه بايدن وتصريحاته دائما بأنه لابد من أنه يكون فيه تهديئة ولابد من ضبط النفس وكلام يعني لهو على نفس هذه الوتيرة ثم يأتي صوت الجامعات والشباب والشارع أحيانا فيطلع بايدن يقول من حق الناس تقول رأيها فأنت ما بقتش عارف أنت مع صوت الناس لما الناس بتقول الحق ولا أنت مع صوت صوتكم وصوت المصالح ولا مع أي حاجة وبعدين يجي قرار مجلس الأمن في تلاقي أمريكا أول المصوتين ضد هذا القرار الحقيقة نحن نعيش في هذه الجوزوفرينيا الغريبة منذ 7 أكتوبر خليني أروح معاك وأقول واضح أن الرأي العام في المجتمع كمان الغربي بدأ منذ فترة يشعر بحقيقة الجرائم اللي بيرتكبها قوات الاحتلال يعني مهما حاولت قوات الاحتلال أن هي تبقى بتمد إيدها للعالم الغربي تتذكرون مع بداية 7 أكتوبر كان فيه طبور طبور بيسافر من أوروبا إلى نتنياهو من أمريكا إلى نتنياهو وكان الطبور يعني الحياة ما كانش نتنياهو عارف يقابل مين ولا مين من كتر الدعم والمسندة لكن يبدو مع طول الوقت ومع خروج الشعوب إلى الشوارع وأيضا يعني أن الشعوب هي الآن تفيق يعني أو تحاول أن تقدم إفاقة إلى النظم الدولية ما حدث في فرنسا الحقيقة في الساعات الماضية هذا بيتكلم عن النائب اليساري الفرنسي وطبعا النائب اليساري سباستيان ده طلع في البرلمان الفرنسي ورفع عالم فلسطين وهو موجود في البرلمان الفرنسي تم إيقافه لمدة 15 يوم أنا بتالي احنا عندنا صور حنشوفها ممكن لكن طبعا زي ما أنتم عارفين ده وديح يعني مسؤولة عن الجلسة ده التصفيق الحار جدا والمساند جدا لسباستيان كنائب وهنا الجميع كان بيتكلم عن غزة وعلى ما يحدث في غزة وما كانش موافقين وهو فضل واقف رافع عالم فلسطين والجميع كان يصفق معه رغم أنه التحذيرات في الجلسة والمسؤولة عن إدارة الجلسة كانت بتقوله أن هي هتعمله إيقافه وأن ده مش مفروض لكن الحقيقة هنا ده دور النواب النواب ما كانتش قادرة تسكت أمام ما يحدث والحقيقة إنها بيمكن طلع من هذه الجلسة ومشي في مظاهرات دعما للقضايا الفلسطينية ومشي في أكثر من مظاهرة مع يعني من يدعمون الدولة الفلسطينية بشكل كبير لكن طبعا زي ما انتم شايفين دي في صورة تانية ده خروجه للشارع وانضمامه للمظاهرات وطبعا زي ما احنا بنشاهد العالم الفلسطيني في كل مكان الشارع الأوروبي أو الشعوب منضمة جدا إلى الموقف في قطاع غزة وده عكس تماما ما يحدث في الأنظمة الأوروبية أو الأمريكية دي الناس الطبعية دي الناس اللي هي حاسة بأنه فيه كرسة فيه كرسة فيه إنسانيات مش موجودة هذا النائب يعني منذ خروجه بالعالم الفلسطيني في البرلمان الفرنسي وهو يجوه بالشوارع مع كل من يساندون يعني ما يحدث في قطاع غزة ومن يساندون القضايا الفلسطينية والشعب الفلسطيني الأعلام في كل مكان والجميع يشعر ويبقى موقف الحقيقة يعني مجلس النواب هنا وهناك في الأنظمة الأوروبية مواقف غريبة ومضحكة بسبب الموقف ده حنلاقي مثلا نروح معاكم منشستر يعني جامعة من أهم الجامعات في بريطانيا وطبعا أنتوا عارفين منشستر هي أيضا في محافظة منشستر ومجموعة من الطلاب ووقفات للتضامن مع الشعب الفلسطيني ووقفوا ونزلوا العلم بطول الجامعة يعني أتمنى يكون عندنا الصورة فبتلاقي الطلاب بينزلوا العلم الفلسطيني بطول العلم طويل جدا بطول الجامعة بالأدوار بتاعت الجامعة وده تضامنا مع الشعب الفلسطيني الحقيقة يمكن يكون النظام الأوروبي عنده يعني مشكلة لأنه هو منفصل عن الشارع الشارع مع الشعب الفلسطيني مع الدولة الفلسطينية ومع الإنسانية ومهما كان الإعلام الأوروبي بتضليله أو الإعلام الأمريكي بتضليله وأيضا يعني مسندته ودعمه الدائم للاحتلال الإسرائيلي الغاشم لكن الشعوب لم تعد تصدق هذا الكلام أبدا أصبحت الشعوب تتصرف كما ترى وتتصرف أيضا بإنسانية مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية الحق دايما بيكون صوته أعلى مهما طال الزمن ترجمة نانسي قنقر